كواجهة للانتصار يسوق الزبيدي الذي ظهر مؤخرا على قناة سكاي نيوز الإماراتية لكنه فشل في سؤال الجغرافية وبدى خالي الوفاض من كل ما له علاقة بالسياسة والمشروع والمشروعية هناك تسابق غليمة على شبوة هي تقع في منتصف الجغرافي القنوب وهي تقع على بحر الأحمر طبعا وهي غنية بالنفط طبعا يتحدث عن المستجدات في شبوة ولكن بأهداف وأجندات إماراتية يقول عن هذه الأجندات إنها مشروع عربي تقوده الرياض وأبو ظبي والحقيقة أنها أطماع إقليمية في اليمن مثل انتصار شبوة أملا كبيرا لليمن في الخلاص من الميليشيا لكنه في الوقت ذاته وضع البلاد أمام تحديات ومخاوف كثيرة أكبرها متعلق ببقاء اليمن موحدا في ظل إصرار الانتقال على الانفصال لا مشروعا خاصا به ولكن لكي يطمئن قلب من يقف وراءه أولئك الذين يحرصون على بقاء اليمن خارج دائرة الاستقرار والقوة والوحدة كانت الحرب فرصة سانحة لإعادة رسم الخارطة اليمنية بما يتناسب مع مطامع السعودية والإمارات ومخاوفهما ساعدهما في ذلك نخبة مهترئة تفتقر للخيال السياسي والانتماء لكن السعودية والإمارات ليس اللاعبين الوحيدين على الساحة اليمنية فهناك إيران التي تستغل مخاوف السعودية لبناء يمن جديد بالضد منها تدرك السعودية ذلك جيدا وتدرك أن أمنها مرتبط بشكل أساس بأمن اليمن وتلك المعادلة التي لم تحسمها بعد في حديث الزبيدي عن شبوة يقول إن الحدود الجغرافية للجنوب أصبحت آمنة لكنه لا يرفض القتال خارج تلك الحدود في حال طلب التحالف ذلك والحقيقة أن عيدروس ومن خلفه الانتقال لم يكن شيئا في الخارطة السياسية اليمنية بل زرعته الإمارات كردة فعل على رفض الشرعية منحها بعض المطامع للمصالح يدرك الانتقال ذلك جيدا ويدرك أيضا أن عمره في اليمن مرتبط بشكل كبير بعمر تدخل السعود الإماراتي وما من شيء دائم سوى الأوطان